من جهتها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن طائراتها نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 غارة جوية استهدفت 10 مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية منها مراكز قيادة ومخازن أسلحة وعلمت الوزارة أن الغارات استهدفت معسكر للتدريب في ريف إدلب ومركز قيادة ومخازن أسلحة في معرة النعمان ومعسكر تدريب ومخازن أسلحة في مدينة الطبقة قرب الرقة إلا أن مصادر ميدانية تشير إلى مقتل نحو 40 مدنيا سوريا جراء الضربات الجوية الروسية خلال الأيام الأربعة الماضية